السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن انتقال الشمس من برج الميزان لبرج العقرب يوم الثلاثاء 22 تشرين الأول أكتوبر رح تنتقل الشمس يوم الثلاثاء 22 عشرة تمام الساعة 10 و15 دقيقة مساء من برج الميزان لبرج العقرب ورح يتظل في برج العقرب لغاية 21-11 يبكون يوم خميس الساعة 7 و56 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لينتقل القمر بعديها لبرج العقرب وبما أن الشمس رح تنتقل لبرج العقرب إذن بداية موليد برج العقرب ابتداء من هذا الوقت فأنا نقول لكل موليد برج العقرب كل عام وأنتم بكل خير بالنسبة للشمس طبعا معروف عنها أن صفاتها الطموح والصراحة والتفاول والجراءة والكرم والدينماكية والقيادة والاستقلالية وهذا في حال كانت سعيدة ولكن لما بتكون منتحسة أول ثلاث أشياء بتظهر الغرور والأنانية والديكتاتورية بالتحكم بالغير لا شك أن وجود الشمس في برج العقرب رح ينعكس إيجابا على مختلف الأبراج عموما برضو بمدنا بالطاقة الكبيرة والقوة والعزيمة والرغبة في الوصول لأهداف دون تردد تجعلنا ندخل في مراهنات بتتعلق بشخصيتنا ووجودنا أحيانا فمنحاول دائما أن نثبت ذواتنا خلال هذا الشهر كما أن من ميل الحفاظ على خصوصيتنا كتم أسرارنا بعيد عن الفضول فضول الآخرين أكثر المستفيدين من وجود الشمس في برج العقرب هم موليد الأبراج المائية أولا اللي هم العقرب والسرطان والحوت ومن ثم الأبراج الترابية اللي هم الثور والعذراء والجدي خلال الفترة المذكورة أي من 2210 ل2111 على موليد برج القوس الانتباه أكثر لصحتهم ومعهم أيضا موليد برج الجوزاء لأنه بيكون البيت السادس لهم برج العقرب اللي هو بيت الصحة والعمل وأقلهم طبعا اللي هم موليد برج الثور بيكون بس عندهم ضعف في الطاقة عشان نحدد إيجابية أو سلبية وجود الشمس في العقرب فلازم نعتمد على الزوايا لأن الزوايا هي اللي بتحدد سعادة ونحوسة هذا الكوكب أو هذا النجم في أثناء دخوله في البرج ومنعرف على أساسه إيش الفترات الصعبة وشو الصعوبة بتتركز على إيش عشان نأخذ احتياطاتنا أو نعالج المسائل أو نستغل الفرص إذا كانت الزوايا إيجابية وبإيش تحديدا أول زاوية رح تكون يوم 21 عشرة هاي الزاوية طبعا هي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين بلوتو هاي الزاوية ذروتها قبل انتقال الشمس يعني من برج الميزان لبرج العقرب فبتتشكل هاي الزاوية فأنا بذكرها لأنه تأثيراتها سبع أيام قبل وسبع أيام بعد يعني رح تستمر تأثير هاي الزاوية لغاية يوم 27 أو 28 يعني بظل تأثيرات ليوم 28 طبعا ذروتها هي بتكون اليوم يوم الانتقال الساعة 24 دقيقة عصرا له يوم 21 عشرة بتعزت تسلط عند البعض بحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين بسبب هاي الزاوية وبرضو بتثور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن بتدل على وجود مؤامرات ضد حكومة ما سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بالتعبية ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار وهناك احتمال وقوع حوادث كالحرائق أو ظواهر الطبيعية كالزلازل بركين أو التعرية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم 4 داعش زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين زحل هاي الزاوية رح تكون طبعا كل زوايا مع الشمس 7 أيام قبل و7 أيام بعد بسبب هاي الزاوية الإيجابية بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسؤولية وبتمنحنا القدرة على السيطرة على الذات والمثابرة والجدية والفطن والحس بالواجب وبرضو بتساعدنا على النجاح وتدل على أرباح عن طريق المعاملات العقارية وممكن نحقق النجاح في العمل وعلاقاتنا بتكون جيدة مع الآباء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم 17-11 وهي زاوية التقابل السلبية بين الشمس وبين أورانوس بيتمرد بعض الأشخاص وبيتصرفوا دون اكترات للعواقب كما بيتمرد بعض الأبناء على أهليهم غالبا بتحدث بعض الثورات أو الانقلابات العسكرية أو الاغتيالات في مثل هذه الوضعية وبيزيد برضو من عنادتنا واندفاعنا والاستقلالية الشديدة والغريبة في حياتنا تجعلنا نخطئ في أحكامنا وبصير في نوع من أنواع التحولات العنيفة في حياتنا ومن ميلة المبالغة في تخدير قوانا وهذا شيء ممكن يعرضنا لتواعكات قلبية أو تشنجات حضلية طبعا برضو هاي زاوية تأثيراتها سبع أيام قبل وسبع أيام بعد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم 19-11 زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين نبتون بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوتنا وحدثنا تمنحنا خيال خصب ومثالية وإلهام والمواهب الفنية بتكون عندنا عالية والميلة للأحلام وقوة الحدث وبرضو بتجعلنا نشعر بالطمأنين الداخلية وبتخلقنا ظروف مناسبة للعمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة وهي زاوية يوم 21-11 زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين بلوتو هاي الزاوية بتتشكل بعد انتقال بلوتو من العقرب إلى القوس بساعة تقريبا ولكن لازم أذكرها لأنها سبع أيام قبل وسبع أيام بعد ولها تأثيرات قوية بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا وسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها وبتزيد من طموحنا وبتمنحنا مواهب إبداعية وحب للمغامرة والحاجة للمسئولية وهو وقت مناسب للعلاقات مع المحيط وبتسمح لنا بحل مشاكلنا وبتساعدنا على إعادة تنظيم أعمالنا ومشاريعنا بما أنه شفنا إحنا خليط بالزوايا ما بين إيجابية وما بين سلبية ولكن الغالب رح يكون في سعادة في الانتقال فإذن رح يكون في نوع من أنواع الإيجابية عشان هي نحاول اللي بدي يسمع برجه بدي يسمع طالعه زي ما حكينا أنه البرج هو العالم كيف بيتعامل معك وأيضا طالعك أنت كيف بتتعامل مع العالم أو تصرفاتك الداخلية وعقلك شو بيحكي لك أو شعورك الداخلي فعشان هيك لازم تسمع برجك ولازم تسمع طالعك برج الحمل بالنسبة لمواليد برج الحمل طبعا وجود الشمس في بيتك الثامن في العقرب يعني بيت الأموال المشتركة بيت الأمور الغامضة بيت الخفايا بيت برضو له علاقة بالعقارات والإرث أيضا بنك ضريبة تأمين إرث هاي الأشياء اللي بركز عليها اللي هي الأموال المشتركة المال اللي معك شريك فيه فممكن خلال هاي الفترة تحل مسألة بنكية أو تحصل على بعض الحقوق أو بيكون في يعني وثائق واضحة بتظهر لك بتحمل نوع من أنواع المشروعية بالمطالبة بحقك برضو جيدة للأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال العقارات بيع أو شراء أراضي أو شقق أو غيرها وأيضا للدعاوى القضائية أو مواجهة محتملة بتكون تطلب نوع من أنواع البراهين أو الوثائق حاول أنك أنت تكون معزز كلامك بوثائق أيضا هاي الفترة جيدة لها الأمور اللي لها علاقة بالقروض أو أنك تحصل على أموال لإلك كان صعب أنك تحصلها بالفترة الماضية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا الشمس الآن رح تكون مقابلك تماما وهي في بيت الشراكة سواء الشراكة المالية أو الشراكة العاطفية فهي بتفتح أبواب لتعزيز العلاقة مع الشركاء ما بين الأزواج بتجيب بعض الفرص لها موليد برج الثور للارتباط أو الزواج أو المصالحات وبتعطي طاقة كافية للتعبير عن المشاعر الحقيقية ولكن طاقتك بتكون ضعيفة فبدك تنتبه لصحتك في خلال هاي الفترة من بعض الانتكاسات اللي بتكون سريعة يعني ما بتعاني منها فترة طويلة ولكن تطلب منك الحذر جيدة لتعزيز العلاقات زي ما ذكرنا ممكن تطلب منك إنك تكون واضح بعيد عن الأمور اللي فيها ضبابية وتشويش وما تتخذ قرارات متسرعة بدك تكون حكيم برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا دخول الشمس للبيت السادس اللي له علاقها بالعمل اللي له علاقها بالصحة رح يفتح أمامك كثير من الأبواب اللي له علاقها بعمل جديد أو عرض عمل جديد أو ممكن تعزيز العلاقة مع المسؤولين أو مع زملائك بالعمل وإنجاز كثير من الأعمال صحيح إنه في كثير من موليد برج الجوزاء ممكن يعملوا وقت مضاعف أو وقت إضافي أكثر أو يكون في بعض الأخطاء عند موليد برج الجوزاء في أعمالهم بسبب سوء الانتباه أهم شي برضو بدك تنتبه لأنه هذا يعتبر بيت الصحة فبدك تنتبه لصحتك من الإصابات أو من الجروح أو حتى من الإهمال بتقدير قواك رفع أوزان ثقيلة ألام أسفل الظهر يعني بدك تكون حذر صحيا واللي بيشكو من شيء غير اعتيادي صحيا إراجع الطبيب بيكون أفضل وبرضو بعضكم ممكن يبدأ عمل أو فترة مناسبة حتى لإعلان عمل جديد لا إلك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هذا شهر مميز بالنسبة لموليد برج السرطان لأن وجود الشمس في البيت الخامس وهو بيت الحب بيت العواطف بيت الأبناء بيت الحضوض إذن فترة كثير مهمة بالنسبة لإلك وتعتبر من أفضل أشهر هاي السنة كثير من الفرص العاطفية المالية الارتباط خطبة بداية علاقة حب بعض الأموال بيتتيج عن طريق هدايا جوائز مساعدات بتكون هاي الفترة الأفضل الالتقاء أو لقاء شريك العاطفي أو تعزيز العلاقة العاطفية معه متحاولة تعيش الحياة بكل ملاذاتها ممارسة هواي ترفيه تغيير جو ولكن كون واضح بعيد عن المبالغات نظرتك للأمور بتطبعها الثقة والوضوح الحضوض بتدعمك بشكل كبير ولكن حاول أنك ما تغامر بأموالك بشكل مبالغ فيه ممكن هيك تتمسك بالأشخاص الحقيقيين في هاي الفترة وتفصل ما بين المخادعين برج الأسد بالنسبة لما أوليد برج الأسد طبعا وجود الشمس في البيت الرابع لا إلك مش المكان المناسب ولكن برضو بيركز على أمور هو البيت الرابع وزاوية تربيع معاك إذن الاهتمام رح يكون على مستوى العائلة أكثر شيء رح يكون على مستوى البيت على مستوى تصليحات ترميمات ديكور شراء بيت استيجار بيت تغيير مكان سكنك العودة من الغربة لبلدك الأم القدرة على قيادة الأسرة إدارة المشاريع برضو يعني هاي الفترة بدت تكون أنت المحور الأساسي داخل العائلة أو داخل المنزل وعلى عادك رح تكون في كثير من المسؤوليات ممكن تنجز بعض الأعمال اللي بتشوفها مناسبة بالنسبة لك ولكن ضغط المسؤوليات ممكن شوي يخليك عصبي حاول تكون حكيم في حل المسائل العائلية ما تكون يائس أو تدخل لنفسك يعني بعض الأمور العالقة وتأثر على مصلحتك ممكن بعضكم هيك يحاول أنه يبحث عن متنفس في علاقة عاطفية أو تركن للحياة قليلا مع الشريك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء دخول الشمس طبعا للبيت الثالث لا إلك إذن هاي فترة فيها كثير من التنقلات الاتصالات الحوهر ما بينك وبين الإخوة الأخوات أو تعزيز العلاقة معهم أو مصالحة وهي فترة نشطة غير مسبوقة تجد نفسك عندك طاقة عالية جدا للتنقل للتواصل بشكل كبير هاي الفترة بتحاول التقرب من الجميع بنشط على مستوى بعض العذراء في المحاضرات أو الندوات أو الدراسة أو التعلم أو الإقناع أو التسويق أو التجارة فهاي كلها أبواب ممتازة كثير من موليد برج العذراء ممكن يكون عندهم سفر داخل المدن أو داخل البلد الواحد يعني يتنقل من مدينة لمدينة يمعنها فترة جيدة لتعزيز العلاقة بشكل كبير ممكن يلجأ لإخوة لحل بعض المشاكل أو تقديم مساعدة فترة جيدة للتواصل مع الأحبة أو للبدء بعلاقة عاطفية أو تعزيز العلاقة الحالية أو حل خلافات سابقة مع الشريك العاطفي برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا دخول الشمس لبيت المال بيتك الثاني إذن هنا فترة مثمرة تحصل على بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو مكاسب مستحقات خلال هاي الفترة طب في طرق كثيرة عندك اللي بتحاول ترتبها للحصول على المال ممكن تيجي من تعبك من عملك المتواصل فترة جيدة للتعامل مع البنوك مع المصارف مع السوق المالي باختصار أجواء مالية حاول تستثمرها بكل ما تستطيع من قوة عاطفيا ما بتتلاهش الفترة اللي كان فيها نوع من أو النوع الجفاف العاطفي الفترة هاي مرحلة جميلة أجواء لطيفة مع الشريك العاطفي حاول انك تكون قريب أكثر منه برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا انتقال الشمس لألك مر شهر كان في خيبات أشخاص طلعوا من حياتك ان صدمت ببعض الأشياء تعركست كثير من الأمور كثير من الأشخاص وعدوك بأشياء ما وفوا فيها الآن بلشت يعني تبدأ مرحلة العامل الجديد ولكن بتبدأ من يوم عيد ميلادك يعني الآن بتبلش تخف الضغوط تدريجيا ولكن يوم عيد ميلادك هي بداية سنتك فكل عام وانتم بخير تستفيد من النشاط وتستعيد بهجة الحياة بتحس انه حمل وانزاح عنك تتحمل مسؤوليات بكل جدارة وقوة هاي الفترة حول البحث عن طريق مختلف لتغيير أسلوبك أو في التعامل مع كل شيء ممكن تغير عملك أو شكلك الخارجي أو الوسط اللي بتسكن فيه أو اللي بتتعامل معه بتزي يعني فيه كثير من التغييرات رح تبدأ من خلال الفترة القادمة فترة إيجابية عليك الاستفادة منها في كل لحظة خلال هذا الشهر لا تعيش أجمل الأوقات وأمتع اللحظات برفقة من تحب بعيد عن الانفعال والتوتر برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا وجود الشمس في بيت متاعبك يعني كل سنة لو رجعت السنوات السابقة بتجد أنه هاي الفترة أو هذا الشهر ما قبل عيد ميلادك هو أصعب شهر بمر عليك ليش؟ لأنه هذا يسمى بيت المتاعب اللي هي شهر الغربال اللي بيطلع منه كثير أشياء سلبية أو أشياء كانت موجودة في حياتك ما لازم تكون موجودة أو انتهت صلاحيتها فلازم أنك أنت تعتاد على هذا الأمر عادي ارمي وراء ظهرك وكمل فهذا الشهر هو الصعوبة في هذا الأمر فعشان هيك هذا الشهر خيبات أمل ممكن تنصدم ببعض الأشخاص ممكن تنتهي بعض الأعمال أو تغير عملك أو حتى ممكن يكون فيه قرارات لا إلك صادمة جدا فبدك تكون حذر من هاي النقطة انتبه لصحتك فيه إلها بعض الإيجابيات لدى بعض موليد برج القوس اللي هو العمل مع المؤسسات الكبيرة أو التعامل مع المؤسسات الكبيرة المستشفيات أو البنوك أو الشركات الدولية ولكن أهم إشي أنه حاول قدر الإمكان أنك ما تتخذ قرارات بدون ما تفكر فيها فرصة كبيرة لبعض موليد برج القوس يعني نش نفسد عليهم ولكن البدء بعلاقة غرامية بشكل مخفي برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا دخول الشمس لبيت الأصدقاء يعني أنه هذا بيت العلاقات الاجتماعية أنه بتتعرف على أصدقاء جدد ممكن علاقات اجتماعية أكثر هاي فترة بعض الأشخاص بيحاولوا أنهم يساعدوك ممكن يكون لك واسطة لحل مسألة معينة أو بتبحث عن واسطة الفترة هاي بتلاقيها لدعمك أكثر كثير من النشاطات الاجتماعية واللقاءات اللي بتدخل السرور لقلبك تحمل لك هاي الفترة نوع من أنواع التفاؤل أو إنجاز بعض الأمور اللي كنت تحلم فيها بعضكم ممكن يدير ندوة أو محاضرة نجمك يعني بيكون ساطع اجتماعيا خلال هذا الشهر ولكن حاول أنك تنتقل أشخاص اللي بتتعرف عليهم وما تثق في كل صديق قبل ما تعرف معدنه بشكل جيد ممكن بعضكم يرتبط من خلال لقاء اجتماعي أو مناسبة أو حفلة أو يعني هيك فرح مثلا يبدأ علاقة عاطفي من خلالها وتخرج من حالة الجفاف العاطفي والخلاف مع الشريك أيضا برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو هنا اللي خلال هذا الشهر هو شهر مميز بالنسبة لك لأنه بيت السمعة والمناصب والعلاقات مع المسؤولين إذن هذا الشهر بإمكانك تدافع عن سمعتك بإمكانك أنك تحسن العلاقة مع المسؤولين عنك في محيط حملك بتكون علاقاتك مرضية بشكل كل مع المسؤولين إذا كنت ملتزم بالعمل بتأدي واجباتك بشكل جيد وهذا الشيء ممكن يأدي لترقية أو ترفيعات أو تحمل مسؤوليات أكبر وجديدة أنت على موعد حقيقي مع مقابلة فاصلة في حياتك خلال هذا الشهر بيتحدد لك من خلال هذا الشهر طريقك نحو المستقبل إذا شواهت سمعتك معناته أنت دمرت حالك إذا عملت أي شيء في مغامرات ومجازفات مش مسؤولة معناته أنت وصلت للمشاكل إذا اهتميت بعملك وبأداءك معناته أنت بتتجه للترفيع أو للشهراء هاي فترة فيها نوع من أنواع التوتر بالنسبة لإلك فعشان هيك بدك تقدر الإمكان تبعد عن الإنفعال عن الغضب حاول أنك تكون هادئ جدا عاطفيا بتعيش فترة هادئة نسبيا على الرغم من بعض التوتر والإنفعال اللي بتمر فيه حاول أنك تتقرب من الشريك العاطفي وأنك توضح وجهة نظرك بكل وضوح بعيد عن التملك والرغبة في السيطرة برج الحوت بالنسبة للموليد برج الحوت طبعا دخول الشمس للبيت التاسع بيت السفر الخارجي والدراسات العليا يعني هذا شهر ممكن موليد برج الحوت اللي مقدمين على هجرة أو عنده بيبحثوا عن إقامة أو طلب للسفر الخارجي اللي بعيد هاي فترة جيدة كثير من موليد برج الحوت اللي بدهم يدرسوا جامعة ممكن أنه تكون دراسات عليا بالنسبة لهم خارج البلاد أو حتى تغيير التخصص الدراسي العلمي لهم برضو موليد برج الحوت منهم أشخاص بيسافروا على بلاد غريبة عنهم فترة جيدة لابد علاقة عاطفي مع جانب أو تعزيز العلاقة مع أشخاص خارج البلاد يعني هاي الفرصة اللي بينتظروها موليد برج الحوت خلال هذا الشهر كل الأبواب يعني ممتازة جدا تنتظرك أو أنت بتنتظرها من فترة أو بتحلم فيها هو الشهر الأنسب للتواصل والتعرف إلى أصدقاء بيعيشوا بعيد ممكن تتلقى مساعدة غير متوقعة من بعض المقيمين خارج البلاد أيضا زي ما حكنا إكمال الدراسة فرص لا تعوض خصوصا للأشخاص أيضا اللي بيشتغلوا في التجارة بالاستراد والتصدير كثير من العلاقات الحقيقية اللي بتعود عليك بالربح الكبير من عمليات الخارجية عاطفيا تجد الكثير من الأجواء العاطفية اللي كنت بتتمناها سابقا وممكن تنعم ببعض الحمامي والهدوء بسبب أخبار بعيدة بتتعلق بالشريك العاطفي هيك من كون انتحينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر